موسيقى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج سليمان عليه السلام فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال لهم سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم يقصد هذه النملة رجع الناس على هطول المطر وعلى صوت الرعود استجاب الله سبحانه وتعالى هنا تستشعر في هذا الموقف تحديدا الذي يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اسم الله الصمد كلنا يقرأ في الصلاة سورة الإخلاص كل هو الله أحد الله الصمد من منا يعرف معنى اسم الله الصمد الصمد الذي تحتاج إليه الخلائق تصمد إليه الخلائق أنت في الحقيقة تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى سواء كنت مؤمناً أم كنت ملحداً أنت في الحقيقة تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا سألت فاسأل الله يعلمه صحة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى الصمود إلى الله سبحانه وتعالى بيحول حضرتك إلى شخص عظيم جداً في الحقيقة بخلاف صمودك إلى البشر بخلاف حاجتك إلى البشر بخلاف احتياجك إلى أحد من الناس الناس لا يفهمونك هم يريدون منك ما يرضيهم فقط قال خليفة لابن عمر سلني حاجة قال حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة قال من حوائج الدنيا فقال ابن عمر والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها لمن لا يملكها هنا يظهر معنى اسم الصمد الصمود إلى الله سبحانه وتعالى الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أنت ثقير إلى الله سبحانه وتعالى الصمود إلى الله سبحانه وتعالى يجعل منك شخص قوي في الحقيقة لا تحتاج إلى الخلق أمير من الأمراء يحدث بن تيمية رحمه الله فيقول سمعنا أنك تريد الملك يا ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله رد برد عجيب جداً رفع رأسه وقال رحمه الله والله إن ملكك هذا لا يساوي عندي فلسين الصمود إلى الله سبحانه وتعالى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يعطيك الشجاعة والقوة إلى أن تواجه الدنيا بكل مشاكلها بكل ابتلاءاتها اشتركوا في القناة